السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسائل خير عليكم يا بنات واهلا وسهلا بيكم النهاردة هنعمل مع بعض يا بنات وصفة حلوة جدا جدا وصفة ممتازة هتفرق معاكو كتير هتخليك زي الشمعة المنورة هتخلي جسمك ابيض ناصع البياض بياض بحمارة زي ما بيقولوا وصفة ممتازة مكوناتها طبعية هتنزل كتل الاسمرار من جسمك بصي هتبقى كتل كده وانت بتفرقيها هتنزل كل خلايا الجلد الميتة هتفتح جسمك هتبقى زي الشمعة المنورة بالزبط بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا اللي لسه ما اشتركش عندي في القناة يا ريت يشترك كمان يفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل وصفاتي كمان نعمل لايك للفيديو لو الوصفة عجبتنا علشان كل بنوتة وكل عروسة تهتم بنظارة جسمها وتستفيد من الوصفة بتاعتنا تعالوا مع بعض نشوف ايه هي مكوناتنا مكونات على فكرة سهلة جدا موجودة عندك في المطبخ هتقومي دلوقتي حالا وتجهزيها معايا يلا بينا حبيب قلبي هنستخدم البيكنج بودر موجودة عندنا او كيس خميرة الحلويات زي ما بتسميها بيكنج بودر او خميرة حلويات ومعنا كمان بيضة هنستخدم بيضة واحدة هنستخدمهم ازاي او ايه هي الطريقة اللي هنحط بيها المسك ده على بشرتنا او على جسمنا ده اللي هنقوله الوقتي هنجيب بقى بولة علشان نجهز فيها الوصفة بتاعتنا وهنكسر البيضة وهنستخدم الصفار بس انا عايزة الصفار مش عايزة البياض فانا هفصل البياض عن الصفار طبعا البياض اللي هيفضل معنا ده هنستخدم فيه اه مكون او هنحط عليه مكون وهنستخدمه كماسك او كوصفة في نهاية الفيديو يعني بياض البيضة ده مش هنيرميه بالعكس هنستخدمه في نهاية الفيديو بماسك تاني انا هستخدم بس صفار البيضة في الوصفة بتاعتي هنسيب بقى كده البياض ده على جن هنحط الصفارة بتاعتنا في البولة هنستخدم مع الصفار البيضة خل خل تفاح او خل ابيض المتوفر عندك مفيش اي مشكلة خالص النتيجة بتاعتهم واحدة هنحط معلقة من خل التفاح او معلقة من الخل الابيض انا هستخدم خل التفاح لان خل التفاح بجد حلو جدا للجلد وحلو للبشرة خدت حوالي معلقة كبيرة وهبتدي ان انا افك البيضة عايزها تبقى زي المية بالزبط هفضل افك فيها كده شوية لحد ما احس ان هي خلاص بقت زي المية بالزبط مش عايزة فيها تكتلات خالص تمام كده تاني مكون معنا بقى اللي هو البيكنج بودر كيس البيكنج بودر هنفتحه هناخد منه معلقة كبيرة بس بعد ما نتأكد ان البيضة بتاعتي خلاص بقت جاهزة هناخد معلقة كبيرة من كيس البيكنج بودر اول ما هنحط البيكنج بودر على السفار هيعمل فوم معاكي هيبقى كريمي خالص انا عايزة الوصفة دي تبقى زي الكريم بالزبط علشان نقدر نحنا نفردها على جسمنا بجد الوصفة دي لو عملتيها على جسمك كله هتحس بالفرق هتلاقي جسمك كله ابيض هتنزل كتل الاسمرار بجد حاجة ما تتصدقش غير لما تجربيها شايفين القوان بتاع الوصفة بتاعتي عامل ازاي زي الكريمة بالزبط طبعا انا ضيفت عليهم معلقة صغيرة من اللبن البودر بس معلش الكاميرا فصلت مني هنضيف كده واحنا بنقلب معلقة لبن بودر صغيرة تمام هنقلب بقى كده كويس بعد ما ضيفت اللبن البودر قلبت كويس وبعد كده هنحط معلقة من القهوة او معلقة من النسق فيه هنجيب معلقة قهوة قهوة سادة مش محوجة او معلقة نسق فيه الاتنين نتيجتهم واحدة هقلب بقى كويس لحد ما الحبوب بتاعت النسق فيه او حبوب القهوة تدوب خالص طبعا لو عندك قهوة محوجة مش هتنفع خالص لان القهوة المحوجة بتبقى مضرة جدا للبشرة هنستخدم قهوة سادة او نسق فيه القهوة والخل هيمنعوا ريحة الصفار بتاعت البيض علشان يبقى ريحة المسك بتاعي او ريحة الوصفة تكون كويسة تقدر تحطيها على جسمك بدون ما تكوني متضايقة انا قلبت كده الوصفة بتاعتي وبقت جهزة خلاص هبتدي بقى افردها على جسمي كله تفرديها على الجسم كاملا تحت القبط تفرديها على ايدك تفرديها على وشك تفرديها على الكوع على الرجبة على منطقة البكيني حلوة جدا جدا هتبيط هو هتنزل كتل الاستمرار بصي هتلاقيها بتنزل كتل كده انا فرتها على ايدي بالشكل ده كده طبعا هتسيبيها لحد ما تنشف خالص حوالي عشر دقايق تنشف وبعد كده هنرجع علشان نقولك هتفرقيها ازاي طبعا لو عنديك كف اليد لونه غامي او فيه خطوط صمرة تبدأ ان انت برضو تدهنيها على كف اليد بالشكل ده كده علشان تبقى ايدك كلها واحد وسواء على جسمك كله يبقى جسمك كله لونه موحد هتخليك زي الشمعة المنورة بجد بعد عشر دقايق بالزبط هرجع لكم علشان نفرق الكتل الاسمرار اللي هتنزل من ايدي دلوقتي حالا تعالوا مع بعض بعد عشر دقايق نتابع مع بعض علشان نشوف النتيجة في النهاية هتبقى عاملة ازاي حبايب قلبي انا جيت بعد عشر دقايق اهو بصهم هبتدي بقى افرق ايدي بالشكل ده كده او هتفرقي جسمك كله بالشكل ده اول ما هتيجي تفرقي هتلاقي بصي كتل الاسمرار بصي بتنزل كده شايفين بجد وصفة هيلة وصفة ممتازة جدا جدا لما جربتها بجد ما صدقتش النتيجة هتبيض وكمان هتخلي جلدك ناعم جدا هتشد جلدك وهتخليه ناعم وبيض كمان يعني مفيش احسن ولا اضمن من الوصفة دي انسي اي وصفة جربتيها قبل كده وجربي الوصفة اللي معي دي بجد انا جربتها شخصيا وجابت معي نتيجة كويسة جدا هتفضلي تفرقي في ايدك بالشكل ده كده شايفين اكيد انتم لحظين الفرق ادهنيها على جسمك كله مفيش منها اي ضرر خالص في اي منطقة في جسمك حابة ان انت تبيضيها حابة ان انت تخليها كده موردة ومفتحة تبدأ تحطيها في اي مكان في جسمك مفيش منها اي ضرر نهائي بالعكس هتشد جلدك هتخليه ابيض هتدي له كده لون حمار هيبقى حلو جدا لون جسمك هيبقى حلو وانت كمان هتشوفي النتيجة لو جربتيها هتبدأ يتفرقي جسمك كله كده بالشكل ده هرجعلك بعد ما اخسي الايدي علشان تشوفي النتيجة بصي حبيبي تقلبي ايدي ما شاء الله بصي اكيد انت شايف الفرق ايدي بيضة جدا جدا انا طبعا بشرتي كمان ام حوية شوية يعني لو انت استخدمتها بستمرار هتخلي ايدك بيضة نزلت كتل الاسمرار زي ما انت شايفة كده تعالوا مع بعض نشوف بقى هنستخدم صفار اه بياض البيضة ازاي او ايه هو الوصفة اللي هنستخدم فيها بياض البيضة علشان ما نرموهش انا جبتي بياض البيضة اللي معايا هحط معلقة من النشا معلقة نشا على بياض البيضة وهبتدي اقلب كويس قوي لحد ما تفك معانا خالص تبقى كريمي معايا تبقى كده احنا استخدمنا البيضة في وصفتين للبشرة عملنا مصق للجسم كامل وكمان عملنا وصفة حلوة جدا جدا لازالة شعر الوجه او فوق الشفاية البياض البيضة والنشا هتستخدميهم على وشك بس على بشرتك بس اللي هو الشعر بتاع الوجه او الشعر للفوق الشفاية الوصفة دي للبشرة او للوجه بس هقلب كويس قوي كده لحد ما حس ان النشا خلاص دابت في البيض وصفة حلوة قوي قوي لازالة شعر البشرة او شعر الوجه فوق الشفايف بقى الخدود هتدهنيها كويس قوي على الخدود وفوق الشفايف وهقولك برضو تستخدميها ازاي كده تمام حبايا بقلبي خلاص جهزت معايا هبتدي بقى احطها على اه وشي او على فوق الشفايف او الخدود بس انا حاليا هستخدمها على ايدي قدامكم علشان اوريكم الطريقة هتاخدي كده من الوصفة وتدهيني على خدودك بالشكل ده كده او فوق الشفايف زي ما اتفقنا بتزيل الشعر نهائي خالص من الوجه تمام هتفرديها كده وبعد كده هتجيبي آآ منديل منديل مطبخ اي منديل عندك هتاخدي حتة من المنديل وتفرديها برضو على المكان اللي انت حطيتي في الوصفة هتفرديها على خدك وبعد كده تحطي المنديل كده على الخد بالشكل ده كده وتستني لما تنشف تمام هتستني حوالي خمس دقايق لحد ما تنشف وبعد ما تنشف هتدهيني طبقة تانية من الوصفة اللي معانا يعني بعد ما لتحسي ان المنديل ده خلاص نشف هتحطي برضو طبقة تانية بالشكل ده كده فوق المنديل وتفرديها كويس جدا وبعد كده آآ هتجيبي منديل تاني وتحطيه فوق الطبقة اللي انا ده هانتهى فوق المنديل تمام كده هجيب بقى منديل تاني وهحطه على الطبقة اللي انا ده هانتهى فوق المنديل وهسيبها لحد ما تنشف برضو بعد ما تنشف تبدأ ان انت تشيل المنديل من تحت الفوق. كأنك بتعملي بالزبط. هتشيل المنديل بتاعك من على خدك من تحت الفوق. هتلاقي كل الشعر اللي موجود في وشك راح خالص طلع معاك في المنديل. دي كانت وصفتنا النهاردة يارب تعجبكم. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. اهم حاجة لو لسه مشتركناش نشترك في القناة. نفعل زر الجرس. كمان نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكتر من متابع واكتر من عروسة واكتر من بنوتة بتهتم بنظارة جسمها. دي كانت وصفتنا يارب تعجبكم. في النهاية اقول لكم مع السلامة وتستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد.